اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واشددت سموها على التزام المجلس العلى للمرأة منذ تأسيسه بالعمل عن كثب مع جميع القطاعات العامة والخاصة والمجتمع المدني من اجل تطوير وتحسين السياسات والخدمات والمبادرات الداعمة للمرأة واستعرضت سموها عددا من المنجزات التي تفخر بها البحرين في مجال دعم المرأة ومن بينها صدور قانون الاسرة وقانون الحماية من العنف الاسري وانشاء محاكم اسرة في مبنى مستقل به وغيرها من المبادرات ذات العلاقة بالاستقرار الاسري كما اشارت سموها الى انه على المستوى العالمي دخلت البحرين مؤخرا في شراكة مع هيئة الامم المتحدة للمرأة لاطلاق جائزة عالمية لتمكين المرأة مفتوحة للقطاعين العام والخاص بالاضافة الى المجتمع المدني والافراد مجددا سموها الدعوة امام جميع المؤسسات من مختلف دول العالم للمشاركة في هذه الجائزة واعربت سموها عن املها بتعزيز العمل مع الاتحار السويسري والاستفادة من المبادرات السويسرية في مجالات البحث والابتكار وبما يسهم في تشجيع المزيد من النساء البحرينيات على اجراء المزيد من الابحاث والابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا من جانبها اشادت السيدة تيسافي بالتجربة البحرينية في مجال تقدم المرأة مؤكدة ان هذه التجربة التي يقودها المجلس الاعلى للمرأة تشكل نموذجا يحتذا في اطار العمل المؤسسي المستدام مرحبة بتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يعود بالفائدة المرجوة على البلدين الصديقين عبر الاستفادة من عدة تجارب وقصص ناجحة وانوهت السفيرة تيسافي على وجه الخصوص بما ينفذه المجلس الاعلى للمرأة من مبادرات على صعيد ادماج احتياجات المرأة في التنمية والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة وتشجيع مختلف الجهات على تبني منهجيات وآليات لدعم تكافؤ الفرص وكافة المبادرات الرامية لتعزيز الاستقرار الاسري والترابط العائلي اضافة الى جائزة الاميرة سبيكة بنت ابراهيم العالمية لتمكين المرأة والتي تتيح تعميم التجربة البحرينية في تمكين المرأة على مستوى العالم مشيرة الى اعجابها بما شاهدته خلال زياراتها الميدانية لعدد من المرافق والاجهزة النوعية والمتمثلة في مجمع محاكم الاسرة ومكتب الحماية بمركز شرطة المحرق ومركز تنمية قدرات المرأة البحرينية ريادات وما تقدمه من خدمات تستهدف تقدم المرأة في كافة المجالات اشتركوا في القناة